الاعلام الرياضي مؤسر واحد من الاعلاميين الرياضين المؤسرين في الحركة الاعلامية الكابتن احمد شوبير عنده ملاحظات على مصادر التعصب جاية منين اسباب الخروج المتكرر جاي منين كابتن احمد شوبير على ام بي سي مصر تحدث عن حالة او ان تايم سوري في قناة ان تايم سبورت تحدث الكابتن احمد شوبير عن حالة الفوضى الاعلامية وكيف يمكن تدركها نشوفه بالتأكيد هكون في احتفال بعد المباراة لجمهور فريق من الفريقين لكن خلينا نحط اجواء طيبة اجواء جيدة خلينا نشيل من وسطنا الفتن اللي ظهرت الفترة السنوات الخامسة الماضية يعني والفتن الحياة حتى كانت في بعض من ادعوا انهم يعني بطوع اعلام حاجات غريبة كده طفايليات ظهرت عندنا ونجحت الحياة في بعض الاوقات انها تفسد هذا الشكل الجميل اللي الغريب جدا لما بتروح الامارات تلاقيه ولما تروح مش عارف في انت لقيه لكن لما تيجي هنا تلاقي حفلة شحن انا شخصيا اللي عبت ضد الزمالك ويا ما اكسبت وخسرت احيانا الحياة ما توقفتش لكن اللي ظهرون على الشاشات في الفترة الاخيرة الحقيقة هم اللي وصلونا لده كنا الاول بنبقى نقولك ايه الصحف الصفراء يا ريتها ويفت لحد الصحف الصفراء لا ده بقت البرامج السوداء سوداء برامج سوداء واللي بيطلع لعارف بيقول ايه ولا بيعمل ايه خصوصا بعضا من الضيوف اللي واحد يقولك يعني هتلاقيه بطل كرة مثلا بقاله كام سنة بقاله لك ايه ما تيجي نخش في الترند هو اصلا مش عافي عن ايه ترندي يعني لك ما تيجي نخش في الترند وم جاي داخل بقى ايه عاملك ايه ايه انا واحد يقولك ايه انا اراهن الاهلي هايخزر في المغرب ويطلع بره فلا يكتلك أرهن الزمال يخسر ما تدرش أقوله إذا الكلام فاللي حابب يعملها معركة التاخر لو سمحت يا ما حذرت زمان ويا ما نبهت زمان ويا ما قلت زمان دلوقتي الأول كنا بنشترك من بعض المشاغبين دلوقتي يبقى من المشاغبين على شاشات القنوات ودي الكارسة واحد يطلع ويقولك أحلق شعر زيرو واحد يقولك أعمل مش عارف إيه حاجات غريبة جدا إيه إحلاقة إنه يقولك أنا لو سمعلك ماكسبش إن مش عارف إيه أحلق شعر زيرو عم أنت أصلا عيب الكلام ده فيهم ناس لعبت وفيهم ناس ما لعبتش وفيهم ناس بس دور على الثقافة دور على العلم لأنه لما تدي ميكروفون لجاهل أو حاقد وحط تحت حاقد دي مية خط بتخش في كارسة إيه الجو ده إيه الجو ده يا كابتن شوبير عندك كل الحق لأنه كمان حتى الصحف الصفرة وهي ليسا موها صفرة بالمناسبة صحافة الإباحية لما ظهرت في إنجلترا حصل لها ركود محدش أقبل عليها لأنها أيمة على إسارة الغرائز والمتاجرة بيها فمن كتر ما هي مرمية على الرصيف محدش بيشتريها وراء الجرائز مع الشمس بيصفر فعدم الإقبال عليها وركودها خليها ده اليولو بريس دي لصحافة الصفرة ففضل المصطلح حتى صحفيا تنقلناه على إنه الصحافة الخارجة عن السلوك هي صحافة صفرة بقت فيه برامج صفرة بقى فيه أداء إعلامي أصفر زي ما الكابتن شوبير قال